السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي وحباب قلبي في كل مكان نهاردة هنأمل سيانة لسكين أونتاريو اللي هي موديل وان طبعا السكينة ديت للي ما يعرفش المعدن بتاعها IOS 8 ده معدن ياباني لكن الشركة أمريكية النص اللي بتاعها في جيمبنج من وراء بتفتح وتقفل بنظام اللاينر لوك تفتح عن طريق الثامبستيد أو المصمار اللي موجود في الجانبين دول بمقرد ضربة بسيطة تفتح معاك معاها الكليب المميز ده اللي تقدر تنقله في الأربع اتجاهات المقبب بتاعها طبعا من الجيتين ومبطن من الداخل بالفولاد خلينا دلوقتي طبعا نبدأ سريعا كده نطلع المصمار اللي يتناسب معاها او المفاك اللي يتناسب معاها هنشوف كده على الصغيرين الدرجة ديت اوكي الدرجة ديت اوكي هنشوف للمصمار الماستر الدرجة بتاعته طبعا بتكون اكبر شوية اعتقد اعتقد ما خاب ظني شوف كده من اللي عندي بجموعة دي خلينا نشوف ده كده قول بسم الله ده تمام اه نبدأ نفك الاول المصدر بتاع السلاح فكناها بكل سهولة نبدأ بعدين نفك اربع مصامير وخلينا دايما نكون حافظين قاعدة يا جماعة في الفك والتركيب اول مصمار بنفكه هو اخر مصمار بنركبه دايما نعرف الحاجة اللي احنا بنفكها هنحطها فين فنبدأ كده زي انت شايفين توكل على الله طبعا زي ما انت شايفين كده شايف الوساخة والضراب مكان الاستخدام لكن ان شاء الله ان احنا نزبطها تصبيطة حلو نبدأ نفك مصامير المشبك وناخد بالنا هلان هي نفس مقاس مصامير الجسم ولا تختلف فنبدأ دلوقتي نطلع مصمار ونشوف اهو نفس الاياس لكن هي اطول شوية هليني احطها لكم على السلاح عشان تشوف او تشوف على ايدي كده شايف ده المصمار اللي ماسك المشبك اطول من المصمار اللي ماسك الجسم فده يختلف فلازم تفرز المصامير عن بعضها ليه؟ لانك لو جيت تركب بعدين المصمار اللي ماسك المقبض ده في الجسم هيكون طويل جدا والمصمار مش هيقفل للاخر ولو ركبت مصمار الجسم في المشبك فمش هيكون واصل للمكان المطلوب وبالتالي المشبك مش هيكون راكب كويس فكده مصمير المشابك تختلف عن مصمير الجسم في الحاجة طبعا احنا كده اهو فكينا برضو المشبك نبدأ نفك كده بقية الظهر طبعا التلات مصمير مختلفين يا جماعة تلات مصمير مختلفين طبعا احنا كده فكينا كل المصمير ننتر بس مصمار السلاح او نبدأ ان احنا نطلعه طلع الكتعة المشبكة ديت اهو طلعت معانا زي معيه وفيه هنا ايه؟ وردة نحاس على النصل نبدأ نطلعها تحتها وردة فبر على النصل نفسه يعني فيه وردتين واحدة فبر واحدة نحاس نطلع السلاح هتلاقي برضو نفس الوردتين من النحية التانية واحدة فبر واحدة نحاس طبعا فيه اللي هي القطع الزوايا ديت اللي بيتثبت عليهم المصمير اهو دول طبعا يتفكوا كده اهو مع بعض تبدأ تنتر المصمار ده بزين شاكوش خفيف حاجة خشب كده طلع ده ابدأ تفك اه ده شكله بيتفك كده كمان شكله بيتفك من النحيتين يا جمع وركزوا معي بقى في طريقة التقفيل لان اقفله لكم بطريقة ان شاء الله تعجبكم تمام اهو يبقى احنا كده زي ما انتو شايفين معانا البطانة الفلاز قطعتين معانا قطعتين بلاستيك معانا المشبك معانا النصل ومعانا دول الوردتين اللي كانوا مسكين الجسم ودول المصامير طبعا انا اقدر اقلبهم في بعض لان دول المصمرين اللي مسكين السلاحة هم بالسامولة بتاعتهم والتلات مصامير الطوال اقدر اطلعهم في لحظة اللي هم مسكين النصل خلونا اقول لكم هنعمل ايه دلوقتي طبعا زي ما انت شايفين انا جبت علبة صغيرة هون هحط فيها كل القطع المعدنية الصغيرة مش هنطولها على حضرتكم كل القطع المعدنية الصغيرة حتى الورد هنبدأ ان احنا نحطها كله داخل هنجيب WD40 اللي هو مزيل الصدق وفي نفس الوقت بيزيد او بيشحم ادي مجموعة المصامير كلها في الداخل ومعاها الوردة لغاية ما نبدأ احنا شغل في الجسم اللي قدامنا هنبدأ نجيب عايزين شوية مناديل كده حلوة ونبدأ ننظف كل الكلام ده زي ما انت شايفين كده ده سبرتو او مطهر زي ما انت شايفين كده نبدأ بس بالمطهر نطهر كل الكلام ده بحيس ان لو في وساخة او في رواصب او في حاجة تطلع معنا او واحدة واحدة او جنب جنب هنشتغل عليهم الموضوع يا جماعة مش محتاج منك ضغط نفسي لا محتاج منك تركيز اعرف انت فاكك ايه اعرف انت شغل في ايه اعرف طريقة التنظيف ازاي وتأكد من طريقة التركيب طريقة التركيب طب هتتأكد منها ازاي من طريقة الفك لازم يا تبقى بتصور فيديو زي اللي انا بصوره ده يا اما انت تكون فكت السكينة قبل كده يا اما انت تركز كويس او بحيس ان انت تعرف ايه اول قطعة انت فكتها عشان تعرف ايه اخر قطعة انت هتركبها طبعا ده زي ما شايفين كده كله فيه واسخ من جوه وطراب حاجات زي كده ديله باردوك بالكحول كده شوية عشان تبدأ تنظف كل الوسخ اللي علي ده زي ما انت شايف ممكن بقى نجيب فوطة خاصة كده تبقى مشحمة شوية عشان تبدأ ان هي تشيل معانا تفرخ معانا كل الاوساخ وكل الجلخ اللي موجود على السكينة ان شاء الله نرجع نواظب على فيديوهات الصيانة الفورية اللي بتفيد كل اخواتي وحباب قلبي تمام نبدأ ننظف كده بنيجي باردوك هنا حتة زي كده دي اكام رشة كحول حلوين كده ابدأ ننظف وشيل كل الوسخ اللي عليها زي ما انت شايف كده بالظبط تبدأ تدعج بالفوطة لغاية ما تطلع كل الاوساخ اللي على المعدة بردوك تروح جاي بالنصر هنا مكان بواق الزيت والحاجات دي اديك حلم عشان تبوش كل الزيت القديم او اذا كان فيه جلخ او وصخ او الكلام ده كله كل حاجة تطلع معاك والسكينة ترجع على طبيعتها زي ما انت شايف ممكن بقى السلاح عشان احنا بنحتك بيه كتير او بنستخدمه كتير بعد ما ندي كده ندي بردوك ايه حتت كده رشتين دول من عندي كده جدعانة جدعانة للسكينة تبدأ ان انت تنظف فيها السلاح زي ما انت شايف كده طبعا دلوقتي بقى نبدأ نجيب فوطة من الفوط الجديدة ونبدأ ننظف كده الطاولة حوالينا من القبار من كل حاجة نبدأ ننشف كل حاجة كويس ده كان بقى الكحليات ومكان اللي احنا عملنا عليهم او ننظف النصل ننظف الظهر او ننظف القطع المعدنية زي ما انت شايف كده تمام او ده سن المسموع طيب هنعمل ايه دلوقتي بقى في الحاجات اللي احنا غسلناهم ركزوا معاها في الحتة ديت هي تفهة جدا لكنها مهمة احنا هنفرش الفوطة دي جنبنا كده او تمام ونروح جايبين حتة منديل حلوة كده نبدأ بس ننزلها كده المصامير هنعمل فيها ايه لان احنا مش هنمسحها هم وهم وفيهم شوية وفورتي او بشوية وفورتي بتاعهم هنروح منزلينهم كده على المنديل او بالورد بكل حاجة تمام بعد ما نزلناهم كده المنديل او يعتبر شرب الزيادة اللي فيهم او نزل الو فورتي هننزل كل الحاجات ديت وهي مزيتة زي ما هي كده اه مش هتتمسح الحاجات ديت هتنزل وهي مزيتة زي ما هي كده بالبلاستيك بتاعهم وادي الخمس حوامل بتوع الضهر اه وادي ده الحامل او القطع اللي هي بتكون مسكة النصل بالمصمرين بتوعها تمام وادي دول كده ببقى معي تلاتاشر مصمر هنطلع مصمر اتنين تلاتة اهو دول تلات مصامير بتوع المشبك ودول عشر مصامير بتوع الضهر او بتوع جسم السكينة قوما هنحطهم مع الجسم طيب تادي الوقت يا خليفة عايز تركب السكينة دي تركبها ازاي انا اقولك هنركبها ازاي السكينة ديت المفروض كده وديت كده وديت كده فنجيب القطع دي نركب عليها الجسم ده كده بعد ما ركبنا الجسم ده كده نعمل ايه نروح جايبين الماسك بتاع السلاح اوه نروح نضطينه من هنا نروح جايبين له المصمر ونروح نربطينه فيه من بره من بره فقط خلينا كده شوف ده كبير ايوه نروح جايبين المصمر كده اللي بيمسك النصل اوه نروح نضطينه من بره نشوف انا بنجمع ربع اوه بنجمع ربع السكينة اوه اوه جزء منها يعني الخارجي اوه نبس نقفش المصمر عدل اوه تمام اوه نبدأ نجمع بقية الظهر نحط حامل او ماسك من ده ونروح جايبين المصمر بتاعه من الصغير طبعا الراس دي خلاص مش عايزينها دلوقتي ركب راس المصامير الصغيرة نروح جايبين مصمر من الصغير بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده حط المصمر مكانه وابدأ اشتغل عليه اوه اوه بالشكل الطبيعي اللي حضرتك شايفو ده اوه ابدأ ركب المصمر تمام هات مصمر تاني واحدة تانية نعمل العملية ديت لغاية ما نركب كل الحوامل اللي معانا ونزبط فيهم المصامير اوه دينا نشوف كده اوه ركب ده انزل عليه بمصمر خلينا نركب اخر واحد عشان يزبط الظهر يبقى الظهر معانا مزبوط اوه اخر واحد تمام ونزبط عليه الظهر في المصمر صغير نقول بسم الله نحط كده ايوا اه اوه كده شايف الظهر زبط لما ركبنا اول واحد واخر واحد عشان الظهر ما يدعش منك تبدأ تركب كده الثاني اوه نعم اوه اوه تبدأ تركب كده الثاني اوه تقرير على الثالث ايوا نحط اوه 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 اشتركوا في القناة احنا دلوقتي هو ركبنا الجزء ده كاميرا هو بقى جاهز معنا بقى ايه بقى ان احنا نرصص عليه بس طب نرصص ازاي انا هقولك دلوقتي نرصص ازاي احنا اول حاجة محتاجين نحط السامولة النحاس ده ايه نجيب زيت مختص بالسككين اي مركة اي مركة زيت مختص بالسككين لو ما فيش يبقى نقطة زيت زتون ايه وديجي هنا عند العملية المهمة ديت حوالين المصمار كده ما هيبقى تحط كده تمام وتبدأ تنزل بالسامولة النحاس ديت بعد ما تنزل بالسامولة النحاس ديت برضو كشوية كده زيت ولا تنسى ان احنا محتفظين بالدابليو فورتي عليها وتروح نازل بالوردة البيضة ديت بعد ما نزلت بالوردة البيضة ديت نبدأ نركب النصل بتاعنا وبعدين ندي شوية زيت على النصل وبعد ما ندي شوية زيت ننزل بالوردة البيضة ندي برضو كشوية زيت بصاد كده وبعد ما ندي شوية زيت ننزل بالسامولة النحاس وندي تاني نقطتين زيت ليه عشان لما نركب القطعة المعدنية اللي فوق ديت شوف اه هدين عيوة كده شايف ركبت في مكانها تمام بعد ما ركبت في مكانها كده احنا محتاجين نعمل ايه انا ولك احنا محتاجين نعمل ايه نروح كيبين الجنب ده تاني اوه زي ما هو ما انتم شايفينه طبعا انا كل اللي في ايدي ديت يا زيوت خاصة بالسككين فمش هتأثر عليها يا اما زيوت اللي هو الدابليو فورتي فبردو مش هيأثر خلينا بقى نركب مصمار النصل من الناحية التانية عشان نبقى شبكنا النصل والوقتي هقول لكم ازاي نوسطا النصر او نتأكد ان النصل بعد ما احنا مقفلنا مزبوط او لو مش مزبوط ازاي ان احنا نقدر نزبوته بكل سهولة خلينا نرجع تاني ايوا دول التلات مصامير الكبار خليهم على جنب اللي هم بتوع المشبك ولازم نتأكد من الموضوع ده يا جماعة نبدأ نركب بقى ايه في المصامير القصيرة تمام تمام خلينا نركب كده نقول بسم الله ادي اول مصمار ادي مصمار اللي بعده زي ما انت شايف كده كل سهولة يعني هو الموضوع زي ما انا دايما بقولك يا جماعة بسيط جدا لكن انت لو صعبتها على نفسك اكيد هتبقى صعبة اكيد هتبقى صعبة ليه لان انت اللي مصعبها على نفسك فمش هتعرف تاخد القرارات المزبوطة تمام تمام او زي ما انت شايف كده ركبنا كل حاجة بكل سهولة تعرفوا ان انا كمان هغير مكان المشبك يعني انا هغير مكان المشبك وهوريكو انا هعمل ايه دلوقتي او زي ما انت شايفين كده بالطريقة الجميلة دي ركبنا السكينة او انا بقى عايز المشبك ما يبقاش من فوق زي ما كان راكب المرة اللي فاتت او زي ما هي كانت جديدة انا عايز اركب المشبك من تحت ومن داخل ليه لان انا عايزها تبقى في جيب اليمين كده وطلعها من هنا يعني يبقى المشبك من هنا عشان اسحبها كده من جيب اليمين افتح السكينة على طول تبقى جاهزة يعني افضل مكان للنصل او للمشبك الكليب اللي جاي معاها ده ان يكون من الخلف او اخر شي من هنا او انا شايف ان ديت اكتر طريقة فاتحة تكون مناسبة ليه على سكين الانتاريوم طبعا زي انت شايفين او نبدأ نركب التاني او طبعا دلوقتي هنوزن النصل ونجرب النصل الحدية بتاعته زي كان تمام ولا محتاج سنة او نبدأ نركب كده ده اخر مصمار معنا او نركب اخر مصمار ده جماعة زي ما انتم شايفين كده كده اعتبر السكينة تمانين في المية من صيانتها خلصت نبدأ بس نديها بقى تنشيفة كده جميلة بالفوتة بتاعتنا تمام؟ زي ما انتم شايفين دي تنشيفة جميلة شايف السلاح بتاعها مش في السنتر النصل بتاعها جاي هنا شوية اقولك ازاي تزبط النصل في السنتر بحيس ان فتحة السكينة كده يبقى النصل في السنتر لا جاي مين ولا جاي يسار هقولك دلوقتي طريقة الزبط لكن قبل ما نزبط السكينة وممكن خلينا نزبطها في الأول السكينة بتتزبط من المصامير اللي فوق ده من القفل والفتحة اقوليني انا دلوقتي اوه شايف السلاح فين ركز معه النصل ده شوف مكانه فين اقول بسم الله شايف النصل بدأ يتحرك اوه نربط برضك من النحت تانى شوية خليني اربط من هنا تانى شايف النصل كده بقى في السنتر لكن شوف لو فكت شوية يرجع يعني كل ما يتفك كل ما يرحل تربط كويس يبدأ ان هو يقفل معه خليني احاول اطلع درجة مظبوطة جدا لمصامير النصل اوه وفقنا لها مصمار طبعا بس نديها ايه سنة من هنا و سنة من هنا عشان الفتح والقفل خليني نشوف ايوه شايف سكينة بقت زبدة معاك في الفتح والقفل وانت نضفتها وفي نفس الوقت السلاح بتاعها راح من الترحيلة بتاعته دينا بقى نديها دلوقتي بس تلميعة بسيطة ندي بس كمباوند كده جميل ندي تلميعة بسيطة للحد بتاعها عشان نشوف سكينة اخبارها ايه ديها كده كم ساحبة على الجلد قول بسم الله اللهم بارك اهو طبعا الجلد يا جماعة بنمشي عليه بعكس اتجاه الشفرة ما نفعش تاخد على الجلد كده الشفرة هتقطعه معاك تمام فالجلد دايما احنا بنمشي عليه عكس اتجاه الشفرة طبعا اديناها مسحتين حلوين ممكن نجيب ورقة كده نجرب الحد بتاع السكينة هي عايزة شغل ولا الصيانة بتاعتها مظبوطة نقول بسم الله لا استنى ايه ده الحركة دي لا شغالة لا شغالة والحد بتاعها تشارب جدا جدا زي انتوا شايفين كده تقص مش هحتاج عليها حاجة اكتر من كده لكن هنحتاج ان احنا نعمل لها فقط تركزوا معي بقى في الحتة ديت نعمل حتة سنيك صغيرة جدا وبسيطة حيث ان احنا ندخل ديت منينا كده هنا نشوف زين نحرقه ديها بس حرقة بسيطة من هنا كده عشان ما تفكش نقلع الجلافز خلاص خلصنا من شغله مش عايزينه نقول بسم الله ايوه بس نطلع المداليا كده وزي ما هي كده انا هبدأ اديها ربطة سنيك ناخد لفة كده ونحط ديت من الداخل ونلفها حوالين المداليا نبدأ ان احنا ندخلها كده اوه الشكل ده يا بنت الناس ايوه 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 افشناها طبعا ان شاء الله هرجع اعملكو سلسلة لطريقة عمل البراكورد هي ديت مفروض ان انت بتاخد لفة كده الخيب بيكون ملفوف كده بالشكل ده وديت تجيبها من الداخل وبعد ما تجيبها من الداخل بتروح لففها من ورا المداليا كامل وتروح مرجعها من داخل الدايرة تاني اهوه وتبدأ تسحب من الناحيتين وتقرب الربط على بعضها كده وتبدأ ان انت تشد اديها واحدة تانية اهوه لهم عشان يبقوا تلاتة وتدخل كده اهوه وتلف من ورا السكينة وتيجي تدخلها من داخل بالشكل اللي انت شايفو ده وتبدأ ان انت تشد وتضيق عليها اهوه بالشكل ده تبدأ تضيق كده تيجي من هنا تبدأ ان انت تقص الزيادات دي وتيجي من ايها التانية تقص بنفس المقاس وتبدأ ان انت تحرق عليهم اهوه تبدأ ان انت تحرق دي كده تبدأ ان انت تحرق دي كده ليه عشان ما يكررش الخيط من بعده وقت ليها مداليا سحابة صغيرة ايه بحيث ان هي محطوطة في جيبك اليمين نازلة كده هي طبعا شابكة بالكليب ده في الجيب عايس تطلعها امسك بس من خطة الباراكورد دي تلعت معاك سكينة جميلة سكينة متصينة ناصل بتاعها والحد زي ما انت شايفين شارب جدا جاهزة لطلعت الصيب بتاعتك او جاهزة لرحلتك دي السكينة اللي كانت معانا النهاردة يا جماعة اللي احنا عملنا لها الصيانة دي سكين اونتاريو بمعدن ايو اس ايت معدن ياباني المقبب بتاعها من الجي تين بنظام اللاينر لوك اتمنى ان مقطع النهاردة يكون افادكم ويكون عجبكم طبعا احنا بندعب عشان نعمل مقاطع زي كده فاتمنى الدعم من كل اخواتي وحبيب قلبي يا ريت اللي لسه جديد وماشتركش يشترك ويفعل جرس اللي اشعراتها عشان يوصلوا كل جديد واللي عاوز يتواصل معي يكلموني على الانستجرام يا جماعة برد على جميع الناس وبالنسبة لمسابقة الرشاش اللي ما بيفضاش اللي كل يوم واحد في الشهر بنختار فايز فالمسابقة يا جماعة ماشية ومستمرة وان شاء الله يوم واحد الجاي ده هنعمل سحب على تمن سكينة ام وعل اللي هيفوزه يفوز بتمنع نبعتوله على ايه دولة هو السكن فيها فما تنساش سيب اكبر عدد من الكومنتات عشان اسمك يطلع معانا وتفوز بتمن السكينة واني بعتولك شوف الشوكو على خير ان شاء الله في المقطع اللي جاي ويه السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة